السلام عليكم أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لملوك الحاسة السادسة هو شخص روحاني بالفطرة قادر أتوقع الأحداث القادمة وتنبؤ بالخطر قبل حدوثه لديه أعيون كالسحر قادر من خلالهن كسب القلوب الأشخاص اللي حوله أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج السلطان رجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي كيف رح تكون معكو الأحداث القادمة بإذن الله تعالى ستمتع بطاقة إيجابية ستساعدك على اجتياز كل العقبات والعراقيل التي تواجهك سيزاح الغباش عن عيونك ورح تقدر تعرف صديقك من عدوك والأشخاص اللي حطين على أوجوههم أقنعة وللأسف الاجتسديد ما أكثرهم من حولك ما رح تتردد إنك تأخذ فيهم قرارات حاسمة ونهائية بعدم الحديث معهم تنصب اهتماماتك على الرفع من دخلك المادي تتاح لك بعض المكاسب المالية سيكون أغلبها أعمال خاصة وأعمال ورقية مثل البيع والشراء والأشخاص اللي بتعاملوا في الأمور التجارية سيحققوا صفقات رائعة جدا أكثر من ما بتوقعوا ستعود لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد تشعرون بنار الغيرة اتجاه الحبيب وخصوصا تغيروا بالآونة الأخيرة وتشعر أنه ممكن يخيب آمالك وما يوفي بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الموضوع سيخليك تعيد التفكير بهذه العلاقة من أول وجديد لا تتردد أنك تأخذ القرار الصحيح اللي بيدفع بصالحك إلى الأمام اعلم يا صديقي برج السلطان لما تكون بعلاقة فاشلة أو فيها خيبة آمال أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة بإذن الله تعالى استكثرون أعمال النشاطات عفوا الاجتماعية مثل تواصل على الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل يطلق منشوراتك العديد من الإعجابات من أصدقائك الجدد والقدامة استعرف على شخص رائع جدا استرتاح لصحبته وتتحدث معه بأمور رائع جدا تثير اهتمامك وفضولك هذا الشخص سيحاول التقرب منك وأيضا سيحاول أن يفتح معك موضوع عاطفي مثل اتفاق على زواج أو خطوبه حاول قدر المستطاع أنك هذا الشخص تتعامل معه بالجدية الكاملة مثل تحط النقاط على الحروف بأول العلاقة عشان ما يحدث معك مثل الفترات الماضية ويحدث خيبة آمال من الحبيب وإن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة وخصوصا يستكثروا من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن سيكون أغلبها مكاسب مالي من أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه هناك شخص المقربين من حولك كالثعبان بحياتك كيف يعني كالثعبان يا أصدقائي في ناس كثير يتحكي عن مصطلح الثعبان بس ما حدا فاهمه الثعبان يا أصدقائي اللي هو أمامك بتحسه كالملاك وممكن أحسن الأشخاص إلك بس بيستنى تلبف وجهك ما راح يتردد بغدرك وخيانتك ويستخدم أسرارك كأسهم ويرميك بها هذا الشخص من الأبراج النارية وإن شاء الله ستأتيك رؤية فيه وأنا بتحدث الآن فلا تتردد أنك تأخذ فيه قرارات حاسمة أنك تمتنع من الحديث معه قطعيا لأنه ما راح يتوانى حتى إذا بيطلع بيده ويعمل أمور ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية وأيضا مثل سحر الطعم وهذا السحر خطير جدا يا أصدقائي ممكن يسبب لك التسمم ممكن يحط لك بكاسة الشاي أو في الأكل أو بأي أشي بتشربه أو تأكله الله يحماك بحمايته في الأمور الصحية تشعرون بعض التراجع وألام في الجسد الغير اعتيادية مثل ألام في المعدة وفي الرقبة وأسفل الظهر لا تتردد أنك تذهب للطبيب وتعمل فحوصات اللازمة لكي تتطمن على نفسك اعلم يا صديقي يا برج السلطان كل شيء بتعالج بخلص وبروح والما بتعالج بالثاقم ويزيد والله يحماك بحمايته لنكمل يا أصدقائي بس قبل بأكمل بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بيتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي بهذه القراءة وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت سفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وإن شاء الله بنلاقي لها حل لكل داء في بإذن الله تعالى دائما الدواء الشافي ستقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا تلفت فيها الانتباه رؤسائك في العمل سيكثروا من الكلمات الرائعة جدا والحماسية اللي بتزيدك إصرارا على تحقيق الإنجازات والتفوقات الفترة متاحة لمنصب جديد أو طرقية وإذا كان في عندك مطلب حاب تطلب من رؤسائك في العمل كمان الفترة مناسبة مثل طلب لإجازة أو لسلفة مالية كل الحب التقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزين ترجمة نانسي قنقر